في امفرضيات الجرائم اللي عندي في تليفوني لا بلا نحكي بجد معناه أنا والله نحكي معاكم عندي ثلاثة ولا أربعة أصحاب ببعثوري فسخ فسخ من عصر تفتيش الزمائر إلى عصر تفتيش التليفونات قبل القول وراه من في العقيدة الإسلامية يا عربي القداس يا سامي من سمات الخوارج هي التفتيش الزمائر يجي تبدأ تختبر في الناس يا عقيدة انت شنوى كذا شنية موقفك من كذا شنية كذا اختبار تليفونات شكون ما عندوش في الخاص متاعه شيء لا يحبذ خروجه للعام هذا في المبدأ خلي فهم معي يسمعوا فينا المستمعات ومستمعين بتاعنا بالقانون يلزم نعطي التليفون مثلا وقت الشيء إذن قضائي يلزم نبدأ التليفون وإلا يتسمى خبيت معالم جريمة شنو السوق مش خبيه تماما ما نفذتش وفي الأذن القضاء يكون إذن بالتفتيش والحجز والحجز من بين المحجوزات كنتين 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 بإجراء اختبار على التليفون القاضي ويفرغ لك المحادثات الموجودة فيه وغير ذلك اللي أنا أنا أعتبر أنه فيه انتهاك الخصوصية ذي لأنه وقت يولي عبثي خطر هذي معقول فاش في جرائم للرهابية الحقيقية وقت يولي التليفون فاتحة من أجل القاء القبضة على ناس أخرين حقيقيين إرهابيين أو إحباط محاولات أو إفشيل مخطات أو الكشف على معالم متاع جرائم سابقة هذا المعقول أما أنه يتحول كل هاتف بخطر هاتف ما يكش تلقى فيه محادثة خاصة محادثة الخاصة ذي تنطلق من محادثات شخصية جدا إلى محادثات شخصية سيئسية في الأخير راي محادثة شخصية واختلي أنا نبدي ما لعلش التصويت سري هو مش ما تعرش موقفي من الناس كيف كيف المحادثة سرية علاش مش تعرش موقفي من الناس بما فيهم رئيس الجمهورية راهوا ما هوش فوق البشر وحاجة أخرى مهمة جدا راهوا فما ركن العلنية يجب أن يتوفر في هذه الجرائم نجمش نجين عاقب شخص بالاعتداء على الأخلاق الحميدة في حيث أنه هو لم يجاهر بها ركن المجاهرة في الإساءة للغير كيمة الإساءة لرئيس الجمهورية يشترط بالضرورة ركن العلنية راهوا ركن العلنية اليوم في الدول المتقدمة قضائيا وفقه قضائيا حسموها المسألة قال لك حتى البروفيل فيسبوك متاعك وقت يبدأ بريفي وغلا أمي ونيكمان ما يتنجمش نحاسبك على العلنية لأنك لم تنشر للعموم خواصك ليسوا عموم فيما بالك محادثة سرية محادثة مغلقة راهوا ما تلاحظوش الناس يتليفوناتكم كيفاش ولو يلتجوا لخارج الواحد بدعوة الحماية وبدعوة الخصوصية خصوصية من شكون من القرصنا خصوصية من حالات مشابهة لهذاية ورينة في وضعيات سابقة في جرائم سابقة كيفاش لا يزي المحادثات يتم تفريخها واعتمادها في قضائيا لا يزي تنشر ونتقال صفحة الفيسبوك من بعد هاو زوز إنساء يناقشوا على شنوه هاو زوز يا رسول الله راو حرومات ناس راية واحد راية متجيش واستسهال وانا معاسي سامير في هذاي نهارت لي بش نصير قضية حقيقية متى التآمر نلقوا روحنا استنفذنا كل النصوص الممكنة ومبدأ التناسب ما بين الفعل والعقاب ما عاش بش نلقاوه طو قاعدين نعديو في ناس تعرف بش سير كما الاسديسات في السنوات الاولى للثور في الفين وثلتاش واربعتاش اللي يدخل المركز اخرج اسديسات على اي حاجة على استاتيو على واحد اسديسات من بعد ولت قبل اسديسات كي تلقى شخص اسديسات العون الامني معناها هكا يتظلوا حاجة طو وقت لي ولت لنس كل اسديسات ولت مسألة عادية بش يولي التآمر مسألة عادية وهذا لا يخدم الامن القومي لانه غدوة وقت لي تولي عنا عشرين قضية وخمس وعشرين قضية وعنا الاف الناس المحالة في التآمر لانه عنا ملف معناها مثال في عشرات غدوك يبش تولي المئات المحالين في التآمر اش عندك اخويا اخويا عندي تآمر تولي عادية المسألة كأنه سكر التشويش هذي معادش معقول راهون هذه المسائل يجب ان تكون دقيقة لانه تهم امن البلاد وصورة البلاد غدوة القضاء هذي هو بشونا نقري بشونا لي نعملوا دايرة متخصة في التآمر وقت ليولي التساهل هذي يراه يمس من جدية القضاء ومن جدية التشريع تمام الدوانسة ومام العالم